نعم بعد التحية نتابع معكم تفاصيل الدعوة التي قام بها أعضاء التحالف الوطنية للعمل الأهلية التنموية بالقيام بحملة موسعة للتبرع بالدماء في مختلف أنحاء الجمهورية تنفيذاً للتوجهات رئاسية وتحت شعار قطرة دماء تساوي حياة هذه الحملة التي انطلقت بالتنصيق مع وزارة الصحة وبنك الدم وأيضاً بتأتي في مختلف أنحاء الجمهورية كما ذكرتنا تحدث معكم بالتحديد اليوم من منطقة المقتم وانطلقت أيضاً في أربعة أماكن في محافظة القاهرة والجيزة منها المقتم المعادي والدقي وأيضاً العجوزة إلى جانب مختلف أنحاء الجمهورية من يرغب أن يقوم بالمشاركة في هذه الحملة ويتبرع بالدماء عليه أن يتوجه إلى أحد هذه الأماكن المعلن عنها يقوم في البداية بملء استمارة للتأكد من عدم وجود أي أمراض أو أي أدوية قد تعوق عملية التبرع بالدماء وبعد ذلك يقوم بعملية التبرع في أماكن مخصصة ومجهزة خصيصاً لهذه العملية على أن تحفظ الدماء المتبرع بها في أماكن أيضاً مجهزة تمهيداً لنقلها للجانب الفلسطيني بنشير أيضاً أنه من الصباح رصدنا إقبال كبير من المواطنين خاصة فئة الشباب هم من سيطروا على المشهد بشكل كبير للمشاركة في هذه المبادرة وفي حملة التبرع بالدماء بنشير أن هذه ليست الحملة الوحيدة التي يطلقها أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية ولكن أيضاً قاموا بإرسال شحنة كبرى محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية وأيضاً العلاجية للجانب الفلسطيني إلى جانب الطباء أيضاً من مختلف التخصصات ومواد طبية وأيضاً أجهزة طبية لمساندة الشعب الفلسطيني في الأحداث الأخيرة هذا أيضاً بيأتي بالتزامن مع البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية للتأكيد على استقبلها أي مساعدات من أي دولة أو من المنظمات الإقليمية والدولية الرغبة في تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني على أن تقوم بإيصالها لمطار العريش الدولي تمهيداً لنقلها إلى الجانب الفلسطيني إذن هو عمل مستمر من أيضاً الدولة ومن مختلف منظمات المجتمع المدني لتقديم كل المساعدات الممكنة للشعب الفلسطيني يا الشقيق أعود إليكم مرة أخرى في الستوديو